فقل الله وإياكم ويحب ويرضى وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحملنا وإياكم في أحمل الأمور عنده وأجملها عاقبة ونسأل الله جل جلاله أن يلطف بإخواننا المأزومين في أكناف بيت المقدس عامة وفي غزة خاصة اللهم نلطف بهم فيما جرت به مقاديرك اللهم أطعمهم من جوع اللهم أمنهم من خوف اللهم ثبت أقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اغذف الرعب في قلوب أعدائهم اللهم أرن في عدوك وعدوهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم